هل فكرت في يوم ازاي ممكن ادوات الذكاء الاصطناعي تيساعدك في انشاء محتوى تعليمي او ربحي بجودة عالية وصرعة خالية؟ النهاردة هستعرض معاكم اداة قوية هتغير طريق تفكيرك في انتاج المحتوى تخيل انك ممكن تبتكر محتوى تعليمي جذاب او حتى محتوى تحفيزي مربح من الصفر وكله باستخدام اداة واحدة بس هنشوف ازاي بعض القنوات والحسابات الناجحة قدرت تبني جمهور كبير وتحقق انتشار واسع في وقت قصير وههعرفكم ازاي تعملوا زيهم بدون الحاجة لأي ادوات اضافية فلو انت مهتم ازاي تبدأ رحلتك في الذكاء الاصطناعي وتحقق هدفك في التعلم والربح يبقى تابع الفيديو الاخر ويلا بي اهلا بيكم في فيديو جديد هنتعلم ازاي ننشئ فيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي نقدر نحقق منها ربح او ممكن نستخدمها في المحتوى التعليمي اول حاجة قبل ما نبدأ تعالى كده نتعرف على بعض القنوات اللي بتستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في انشاء الفيديوهات اول قناة وهي قناة خاتة اليمبو القناة دي يا جماعة بتعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي بتكون بينشاء الصور ومن ثم تحويلها الى فيديوهات قناة ازاي دي عاملة مليون مئتين وسبعين الف مشترك وكمان لو احنا ضغطنا على الاحصائيات هنلاقي ان هي عاملة مشاهدات تصل الى ربعمية وعشرين مليون مشاهدة وكمان عندك هنا لما تجد تشوف الاحصائيات القناة هتلاحز ان في سوشيال بليد بيقول ان القناة ممكن تعمل ربح من ستة وتتين الف دولار لخمسمية واحدة تمامين الف دولار شهريا واللي يكون هناخد باقل احصائيات وهي مسلا ستة وتتين الف وده طبعا رقم ممتاز جدا القناة هنا بتعتمد على انشاء صور بالزكية الاصطناية ومن ثم تحويلها لفيديوهات مع اضافة بعض المؤثرات والاصوات ايضا قناة زي ستوري اي اي بتقدم محتوى بنفس الطريقة صور مع قصة يتم تحويلها لفيديوهات كذلك الامر فيه قناة اسمها بوستد مومنس ودي برضو بتعمل شخصيات بالشكل ده وبتبني عليها قصة بتقدم المحتوى للناس وبصراحة بتكون فيديوهات كويسة جدا بتحقق مشاهدات كويسة جدا انت برضو عندك الفكرة او عندك الفرصة ان انت تعمل فيديوهات شبه دي ممكن تقدمها كفيديوهات شورتس على اليوتيوب على تيك توك على انستجدام فيسبوك او تعمل فيديوهات طويلة كمان كل ده متاح ولكن احيانا الفيديوهات الزي دي بتاخد خطوات كتيرة جدا صعبة انا نهاردة جايب لك بقى موقع هنيقدر نعمل حاجات شبه كده ولكن بخطوات بسطة جدا بدون ما تحتاج لتعب ومجهود نهاردة احنا نستخدم موقع اسمه موشن ممكن انا شرحت الموقع قبل كده ولكن الموقع بيتطور بينضاف ليه حاجات جديدة وممكن يكون ليه اسلوب مختلفة عن الاول فانا عايزين نشوف ايه الجديد في الموقع في البداية عشان تبدأ تستخدم الموقع لازم تسجل حساب عن طريق الرابط اللي انت هتلاقيه في وصف الفيديو هتقدر تدخل على الموقع او من خلال جوجل هتكتب موشن من موشن هتضغط على اول رابط هنا هيحولك على الصفحة الرئيسية تقدر تسجل حساب عن طريق جوجل ديسكورد او اي ايميل انا بسجل حساب عن طريق جوجل هتضغط على لوجين اختار الحساب بتاعي ومن ثم هيحولني هنا على الصفحة الرئيسية بالفعل انا قدرت اعمل اكتر من فيديو متنوع سواء فيديوهات للاطفال قدرت اعمل فيديوهات تعليمية تتكلم مثلا عن الكيميا فيديوهات وثائقية تتكلم عن نهر النيل مثلا وحاجات بقى ممكن تخص مثلا الكصص القصيرة وحاجات شبه كده وده هنشوفه مع بعض دلوقتي كذلك الامر في الموقع هتلاحز هنا في ان فيه هنا نوعيات كتيرة جدا من الفيديوهات سواء بقى مثلا هتلاقي حاجات تعليمية حاجات تحفيزية حاجات قصص تاريخية رعب حاجات قصص بوليسية هتلاقي حاجات كتيرة جدا متنوعة وبانموات مختلفة على حسب المحتوى اللي انت عايز تعمله في الواجهة الرئيسية البسيطة هتلاحز هنا في حاجة هنا على الشمال بتقدر تكتب برومت بيقدر يحول لك البرومت ده لموضوع سواء هتكتب فكرة بسيطة هنا ممكن تكتب المحتوى بتاعك فبالتالي بيحوله لك برضو لفيديو بالشكل المناسب الفيديوهات اللي بتتحاول بتقدر تتحكم فيها يعني بيجيب لك صور تختار منها تقدر تعمل لها وده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي هنا بيزهر لك بتاعتك تقدر تشوفها هنا اللي احنا شوفنا دلوقتي في كل الفيديوهات اللي اتعملت وحاجات كمان هنتكلم عنها زي او ودي برضو حاجات من حاجات حلوة هنجربها مع بعض تحت هنا تقدر تعمل لأصدقائك في حالة انت عملت بيجي لك نقط اكتر هنا برضو لو انت حاجب تشترك في الموقع فبيبدأ الخطة من تمانية دولار تصل الى تنوية وثلاثين دولار شهريا لو انت اشترك في الشهر بتبدأ من عشرة دولار لأربعين دولار ولكن بتبقى عندك الكودة اللي انت تعمل في فيديوهات كتيرة جدا في ناس ممكن تدور على المواقع المكانية لكن الناس اللي بتعمل فيديوهات كتير بتحبز ان هي تشترك في مواقع الشبهة دي عشان تعمل فيديوهات اكتر تعالوا نشوف بقى تجربتنا ليه الموقع هتكون عاملة زي هنبدأ كده من اليمين عندك هنا ان انت بتكتب المحتوى بتاعك وبيجي هنا مسلا يقول لك اكتب المحتوى بتصل هنا لخمس تلاف كلمة عندك ميزة هنا ان انت تقدر تختار هنا الابعاد اللي هي ممكن تعملها مثلا بالطول او بالعرض زي ما انت حابب لو هتعملها بالعرض فممكن تنشرها كفيديو طويل على اليوتيوب وده بيبقى ربح كويس بالطول فممكن تنشره على اي منصة تيك توك تشورتس ريلز وكمان ممكن اعمل لك هنا فيديوهات مربعة تنفع للانستجرام فلنفترض ان انا هختار هنا البعض بتاع ستاشرة لتسعة ممكن مسلا اجي اختار هنا نمط معين على حسب يعني او المحتوى اللي انا هاتمه كنت مجاهز هنا قصة بسيطة كنت حابب ان انا اجرب اعملها والقصة دي عبارة عن شاب بيعنده طموح ان هو بيبحث عن وظيفة وكده كتبت هنا المحتوى بتاع الكصة بتاعتي بالشكل ده اين كان المحتوى اللي هتكتبه مهم ان هو يكون مناسب تختار كل التفاصيل بتاعتك بنضغط على فبيبدأ ان هو يحولنا للصفحة دي اللي هيتم فيها انشاء الصور والسيناريو ومن ثم استكمال عمليات اخراج الفيديو اول حاجة هنا بدأ ان هو ياخد الكلام اللي انا دهتهله واحولهله اللي اللي مشاهد ست مشاهد وفيهم زي معنا شايفين الشخصية واللي عجبني برضا ان هو بيعمل تثبيت للشخصية بالشكل ده وهتلاحظ هنا كمان ان الصور ممكن تكون متناسقة مع الاحداث عندك فيه حاجة مهمة جدا ممكن تعملها هي انك اصلا ممكن تعمل تعديل على الكلام اللي مكتوبة لكن لان انا اضافي القصة فمش محتاج ان انا اعمل عليها تغيير هي قصة قصيرة طبعا معمولة هنا بالبعد ده فممكن يبقى فيديو يعتبر فيديو طويل وهنا نفس النظام عايز تعمل ازالة زيل عايز تنزل حاجة تطلع حاجة لفوق بتبقى من خلال الاوامر دي كمان عندك هنا في حاجة اسمها ودي لو ضغطت عليها تضغط اوكي بيبدأ ان هو يعمل لك للصور ولكن بتبقى حركة بسيطة في ناس ممكن تحب تعمل حركة وفي ناس ممكن ما تحبش على حسب انت عايز تعمل ايه وبعد كده بتنتقل على خطوة تانية بعد ما بيعمل هنا حركة للصور دي بتنتقل على الخطوة اللي بعد كده لاخراج الفيديو بعد ما عملنا او تحريك للصور الخطوة اللي بعد كده هنضغط على ومنسمى هنبدأ ان احنا نختار نمط العنوان مثلا نختار النمط ده وكمان اسلوب العنوان الفرع اللي هو الكلام اللي هيتقرى لو انت حابب مش حابب فانت ممكن تضغط على نان فمش هيظهر كلام انا هضغط هنا ايضا العنوان انت عايزه يظهر كصورة او اللي هو الصورة المصغرة عايزها صورة او عايزها ايا كان فاعتقد هتبقى مناسبة هنسيبها زي ما هي والترانزيشنز هنسيبها زي ما هي وهنا طبعا بالنسبة لاختيار الصوت اللي هتكلم فانت عندك اصوات كتير سواء زكر او انثى لو ضغطت على الصوت هتسمع بشكل ده وعندك اكتر من كده ممكن لو ضغط على هجيب لك يعني كتير او ممكن مسلا تسمع صوت تاني هتلاقي اصوات كتيرة جدا اختار الصوت اللي نسبك انا مسلا اختار شاكر وبعد كده هتنزل تحت هنا عندك فرصة كمان انت تختار موسيقى ان كان هو الموسيقى اللي انت عايزها وبنان عليه خلصت اعداداتك هتضغط على اللي من خلالها هيبدأ دلوقتي ان هو يعملك اخراج للفيديو العنوان والسامري بتاع الكصة والهاشتاجز اللي ممكن تستخدمها وكذلك الاسكريبت اللي تم استخدامه في الفيديو 35% لحد ما يوصل 100% هيبدأ دلوقتي يظهر الفيديو قدامنا خلصان تعال نشوف الفيديو بعد ما خلص هنضغط كده على تشغيل في احد احياء المدينة الصغيرة كان يعيش شاب طموح يدعى خالد رغم تفوقه الاكاديمي لم يكن الحظ حليفه في ايجاد عمل مناسب تنقل من مقابلة الى اخرى ورغم ما كان يسمعه من تشجيع واعجاب بمهاراته لم تصله تلك الرسالة المنتظرة لقبول الوظيفة في يوم من الايام واثناء تصفحه للانترنت قرأ عن شركة ناشئة تبحث عن موظفين يمتلكون الشغف والرغبة في التعلم وتطوير المهارات التقنية وهكذا تستمر احداث القصة ان هو بينتقل ما بين الصور وبعضها بيحكي الاحداث لحد ما توصل الاحداث للنهائي اوكي عشان نعمل للفيديو فانت بكل بساطة تقدر تضغط على فيديو وطبق كوائيا هيتم تحميل الفيديو لاستخدامه طيب تعال بقى نجرب هنا تجربة تانية بالنسبة لانشاء المحتوى فاحنا طبعا عملت انا قبل كده برضو زي ممتلك اكتر من فيديو وعايز اقول لك كمان ان احنا ممكن نعمل برضو تجربة تانية ولكن ببعض مختلف وهي التسعة لستاشر ومن تسعة لستاشر هنا طبعا هنختار ممكن نختار مثلا لغة تانية ولياكم مثلا احنا خلينا زي ما احنا في اللغة العربية وكنت مجهز برضو سيناريو هكتبه معاك هنا دلوقت المحتوى اللي انا هكتبه هي عبارة عن قصة لأسد وهكتب هنا المحتوى بالشكل ده او الكصة واختار البعض بتاعي زي ما قلنا تسعة الستاشر وهختار هنا كارتون عشان يكون شغل يعني هنضغط على هيبدأ دلوقت ان هو يكون لي الفيديو بالفعل هنا عمل لي هنا عنوان للكصة بتاعتي وكتب لي السيناريو اللي انا هدفته له وبدأ دلوقت ان هو يعمل لي هنا الصور بالشكل ده المرة دي انا مش حابب ان انا اعمل اناميات لي الصور وهكتفي فقط ان انا انتقل الخطوة اللي بعد كده عشان ابدأ ان انا اجهز العنوان بتاعي وبالتفصيل برضو اللي انت عايزها تقدر تعمل المرة ده هيبقى ان الانتقال ما بين الصور هيكون فقط عن طريق بسيط او بسيط برضو هنا ممكن تختار مسلا الصوت اللي انت عايزه وليكن مسلا اختار صوت ممكن تختار موسيقى ازا كان مناسب ليك او لا او ممكن ما تختارش خالص فانا في الغالب مش بحب اختار الموسيقى فهاجب بعد كده اضغط على هيبدأ دلوقتي انه هو يعمل لي اخراج للفيديو هنطيع زينا الفيديو هيبقى بالطول عندك هنا العنوان والسامري بتاع الكصة وكمان كتب لك هاشتاجز ممكن تستخدمها في ان انت برضو تضيفها للوصف بتاعك لو انت مسلا تنشر الحاجات ديت على اليوتيوب وايضا السيناريو الخاص بالكصة او احداث الكصة في النهاية هيظهر معنا الفيديو بالشكل ده وهنا كانت النتيجة النهائية للفيديو دعا نشغل بقى كده في احدى الغابات البعيدة عاش اسد مغامر يدعى رعد كان رعد مختنفا عن باقي الاسود فهو لم يكن يرتدي فقط فراءه الذهبي بل كان يحب ارتداء تيشيرت احمر وبنطلون ازرق مما جعله مميزا ويعرف بين الحيوانات براعد الاسد المغامر. في احد الايام سمع رعد عن كنز سحري مخبأ في كهف بعيد داخل الجبل الكبير. دي كانت الاحداث الفيديو اللي بتمتد طبعا بالانتقال ما بين الصور للتانية ويحكي هنا احداث الفيديو. ما انتش محتاج بقى ان انت هتعمل الصور والك كام ده كله هو بيقدر يعمل لك كل ده. وكمان تقدر تعمل دولود للفيديو. فبصراحة تجربة كويسة جدا. يختلف هنا بقى اللي هو عن البرومت في ايه? هنا كتبنا القصة هنا لأ انت بضيف له تفاصيل بسيطة جدا. زي ان انت هنا ممكن آآ تكتب له برومت بسيط خالص. حتى هنا جايب لك هنا تحت حاجات هنا مثلا بسيطة. ممكن تختارها. يعني مثال بسيط خالص. تشهزة واجيب لك هنا حاجة شبه كده. وقال لك دي اكاديميك. ممكن نعملها باللغة الانجلزية. ونختار البعد بتاعنا ايا كانة. ونختار كمان الستايل. وليكن مثلا ممكن نختار مختلف مثلا زي وبعد كده برضو تضغط على هيبدأ برضو ان هو يعمل لك الفيديو بالشكل ده. هنا بقى هتلاحز ان هو من عمل هنا قصة. انا وبدأ هنا هيجيب انا وهي بتتكلم مع البغبغان بالشكل ده وتفاصيل واحداث كتيرة قدر ان هو يعملها بالشكل الجميل والسريع ده. وعمل مشاهد كتير كمان يعني وصلت لخمسة وعشرين مشهد لما احنا بس كتبنا جملة بسيطة جدا. وهنا هتقدر بعد كده تتحول التفاصيل دي كل هالفيديو بنفس الطريقة اللي احنا عملناها. عشان نطلع معاك فيديو في الاخر. طبعا اي ان كانت ان الفيديوهات اللي انت هتعملها سواء عن او المحتوى اعتقد الموقع بيعمل حاجات سريعة. برضو كنت عملت انا هنا بعض الحاجات الاخرى زي مثل محتوى تعليمي. هنا برضو كنا عملنا فيديو عن النيل وكان ممتاز جدا ان هو ويعمل فيه حركة بالشكل الجميل ده. برضو دي نوعية من النوع الفيديوهات اللي انت ممكن تستخدمها في الفيديوهات مثلا وثائقية او قناة وثائقية. ولكن هل يكتفي الموقع بدا فقط? لا. الموقع برضو فيه حاجة جميلة جدا وهي ان انت لو دغطت على هطلعز هنا في حاجتين حلوين برضو ممكن تستخدموا هيا تفريغ الخلفية. مسلا دخلت انت على هتضغط عليه بالشكل ده. ممكن تحمل الصورة من عندك او من تختار الصورة من اللي انت حملتهم. وتقول له هنا طبعا بعد ما بيحمل الصورة. وممكن مسلا احنا عايزين نعمل الخلفية دي مسلا تكون خلفية صفرة. فيعمل الاساسية ويضف لك اللون اللي انت اخترته. ويعمل لك آآ خلفية جديدة. او ان هو ممكن يزيلها لك خالص. وتعملها الخلفية مفرغة. تبقى بالشكل ده. برضو بيعملها بشكل كويس قوي. وكمان عندك في حاجة اسمها اللي وتغطت عليه بالشكل ده. برضو ممكن تحمل الصورة. مسلا صورة شبه دي. تحملها. وتختار مسلا هنا اللي انت عايزه. ايا كان ممكن مسلا نقول له عايزينها زي الكوميكس ده. نضغط على مفروض ان هو هيبدأ هنا يحول لك الصورة للسطايل ده تاني. اختارها هنا كده. ونضغط على الاول. هيبدأ ان هو يحول هنا الصورة بالشكل ده. فعلا هنا غير التصميم وخلاب الشكل الجميل ده. حاجباني قوي الفكرة دي. ولكن تلاحظ ان انا اصلا هنا اخترت لو اخترت لو اخترت برضو نمط تاني اعتقد ان هو هيبقى كويس. حتى هنا هتلاحظ لو انت بصيت هنا دي الصورة الاساسية تم تحولها لده. وجمال للشكل ده. فدي برضو حاجة جميلة في الموقع. اعتقد ان الموقع ممكن نضيف اكتر من كده الفترة الجاي. فبالتالي احنا دلوقتي شرحنا موقع موشن زي ممكن نستفيد منه في عمل فيديوهات متنوعة. سواء انكسس سواء فيديوهات تعليمية فيديوهات مصيرة للاهتمام فوزير حاجات شبه كده. سواء عن طريق المختوى او كتابة تقدر دلوقتي تتجرب الموقع ولو عجبك الموقع وهتان فيديوهات كتير انصحك طبعا بالاشتراك في الموقع عن طريق الاشتراك الشهري او الثانوي. اللي بيبدأ من عشرة دولار يصل الى اربعين دولار. فأتمنى تكون استفادت من الحلقة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة وفعل زي الجرس. علشان شوفكم الفيديوهاتنا وكل رابط هتلاقيوها في وصف الفيديو وفي النهاية. السلام عليكم.